اشتركوا في القناة مستشار إداري دولي معتمد عشان ناقشان هذا الموضوع حياك الله أستاذ بشار أهلا بك يهدى أستاذ بشار أنت لما تجي للسيديو فعلا أم بسط لأن أفكارك ممكن تساعدنا أن نحل مشاكلنا كثير من الناس يقولون الراتب ما يكفينا شو السبب اللي يخلي الناس يقولون أن الراتب ما يكفينا وشو الأسباب الجوهرية في هذا الموضوع الأكيد بشكل عام السبب الجوهري ليش الراتب ما يكفي وكثرة المصاريف يعني المصاريف غير مطابقة للمدخول الشهري اللي عم يجي للموظف أو اللي عم يجي للعامل بشكل عام هلأ المطابقة ما بين المصروف أو إدارة المصروف والمدخول اللي عم يجي بشكل شهري أو بشكل سنوي أو نصف سنوي هذا يعني يبغاله مقاربة ومقارنة ومعادلات رياضية ونظريات لحتى نحن نخلي الراتب يكفينا ونوفر بعض منه المشكلة أن كثير من الناس يقولون أن غلاء المعيشة هو السبب أنه الراتب ما يكفيهم لا أعتقد أنا ضد هذه النظرية خذ لأنه خصوصي في وقعنا العربي الآن يوجد غلاء معيشة والغلاء المعيشة عم يزداد لكن بنفس الوقت لابد من إدارة مالية يعني دعا نتعايش مع الوضع الموجود يعني مثلا راتب 5000 درهم بتلاقي في ناس عاشة في راتب 5000 درهم أو 5000 ريال في ناس راتب عاشر تلف درهم أيضا بإدارة مالية بسيطة أيضا يكفي هذا الراتب لمصاريفها الشهرية أو اليومية بشكل عام أعتقد الموضوع ليس في غلاء المعيشة وإنما في إدارتنا للمدخول أو للدخل السنوي أو الشهري المشكلة أستاذ بشار يعني مثلا عندك إيجار بيت عندك كذا عندك كذا هذه الشغلات تتطور لكن شركة مثلا أنت اللي تدغو فيها ولا تشتغل معها مو قاعدة تزيدك في الراتب فشلون إنسان يتصرف يعني بتقول لي مثلا بينقل يروح يسكنوا بمكان تاني إذا أول ما تعود قاعد صار لكل هالفترة في هذا المكان وما يبي غيره لكن مثلا إيجارة ارتفع وأنت تعرف مشكلة الإيجارات مشكلة كبيرة عندنا في الخليج وتركز السكان يعني في مدن معينة فكيف الواحد ممكن يتصرف في هذا الموضوع وليش حتى لو زادونا في الراتب دائما نقول نفس الموضوع ما يكفينا ما يكفينا هلا بشكل عام هذا هو لا شك إنه الأجارات عم تغلى لكن الحلول المقترحة إذا مثلا شركتي ما عم تزيد للراتب أو ما عم يصير فيه إضافة للنسبة معينة للراتب حلول المقترحة هون يا أما بدي غير سكني لحتى قل المستوى السكن الموجود أو بدي حاول أنا أتغاضى على بعض المصاريف الأخرى لحتى ندفع لسكني بشكل أو بآخر أنا مع فكرة الإدارة المالية يعني مثلا غلاء المعيشة أو غلاء السكن أو الإجارات هذه قضية موجودة يعني في أي مكان أو في أي بلد عربي في أي منطقة الموضوع أنه كيف نختار السكن وليس الموضوع هو غلاء السكن كيفية اختيار السكن بما يطابق عطينا كيف نختار السكن شلون يا سيدتي يمكن بلقاءات ماضية يمكن طرحت نظرية أنا لكيفية التعامل مع المدخول أو مع الدخل وقسمتها لنسب مئوية نعم قسمتها لنسب هاي النسب ممكن تساعد الشخص لحتى يعرف كم أصرف من الراتب للبيت كم أصرف من الراتب للمدارس كم أصرف من الراتب لمصروفي الشهري أو مصروفي اليومي هي الموضوع بسيط بشكل عام أنا رح أعرض على الأخوة المشاهدين يعني نسب بسيطة إذا نحن حولنا نتعامل معها إذا كل راتب مثلا بالشهر خلينا نقول راتب 10.000 درهم مثلا خصص 25% منه لهذا الراتب هو طبعا أول شيء قبل ما تخصص 25% لازم نحسن في مصاريفنا الشهرية ما قدش أنت تصرف بالشهر قدش تكاليفك الثابتة أكل وشرب وكهربة ومي وغيرها أيها الفواتير الثابتة من اتصالات من إيجارات أحيانا فأنت تشيل التكاليف الثابتة من الراتب تبقى مبلغ من الراتب حتى لو كان مبلغ قليل هذا المبلغ قليل يجب أن يقسم بنسب معينة فأنا دائما مع فكرة أنه إذا مثلا راتبك 10.000 درهم وتكاليفك الثابتة الشهرية خلينا نقول 6.000 درهم مثلا أو 7.000 درهم أنت عم تبتسمي أنه يمكن في أكثر منك أو ما عم يظل هيك من الراتب بس حتى لو ضل قيمة بسيطة برضو هالقيمة البسيطة لها تأثير بإدارتها المالية لأنه تتراكم على مدى أشهر فيصبح مبلغ معتبر في أشهر أخرى نحن ساعات ما نستهتر فيه ونقطف فلوس من هنا من هنا من هنا بعدها نقول خلص الراتب لا لا باعتقادي باعتقادي هي إدارة مالية فإذا بدي أنصح الأخوة والأخوات كتجربة شخصية أنا أصلي مارر فيها أكثر من سنة وريحتنا كثير هذه التجربة وفعلا أنا ما خلتني هذه النظرية أن يتعامل مع بنوك أو يتعامل مع مصارف أن تكون مستقل ماديا حتى مستقل أي موفر وبالتالي أنا أخطط ماليا أخطط لحياتي كل سنة أنا من وجهة نظري إذا مثلا أنت بتستلم الراتب 10.000 درهم خدي 6.000 منه اللي هو المصاريفك أو تكاليفك ذابتي بصف عندك مبلغ بسيط هذا المبلغ لأ بده إدارة فأنت يقطع منه 25% لهذا المبلغ يعني 3000 درهم 25% حطيها هي عبارة عن توفير شهري حتى لو كان مبلغ بسيط بس هو توفير شهري شكثر تأكد أستاذ على أهمية التوفير في حياتنا شكثر يعني كثير من الناس حتى من محيطنا قاعدين نشوف بس يصرفون وما يفكرون في باتشر فشكثر أنت تقول لهم أنه توفير شكثر مهم في حياتنا في المستقبل أكيد طبعا بشكل عام هذا التوفير هو يقينة من العوز في المستقبل لا شك يعني ممكن سبحان الله حالات الطوارئ ممكن تصيب الإنسان بدون أي بحضة بدون أي سابق انذار فأنت التوفير حتى لو كان مبلغ بسيط ممكن يقيقي من بعض المشاكل المشاكل أو القضاء الممكن تنحط فيها 25% لو خلنا للتوفير ممكن نقينا على بالمستقبل من هذه الحالات وهذه الطوارئ ممكن يحط حساب بلوك يعني سوي له بلوك أن هذا الحساب ما أقدر أصرف منه مثلا لمدة سنتين نعم لأنه أنت تعرف بحط حساب ثاني يصير يسحب من هذا ومن هذا ومن هذا فأنت شنوريك هل تنصح باعتماد حساب يكون مغلق مثلا لمدة سنتين اللي هو مثل الوديعة يكون في البنك أو لا الوديعة إلى حساباتها في البنوك ممكن الوديعة إلى مبلغ معين إذا الشخص ما عنده تحكم أو كنترول على أمواله الشهرية أكيدا بصح تفتح حساب توفير تحط فلوك فيه يكون له بلوك معين فأنت ما تقدر تسحب منه غير بحالات طوارئ معينة برضو أنا بشدد نحن أسر عربية تعلمنا على مبدأ المطمورة الحصالة يعني أبنصح كل بيت يعني أصدقائي وكل بيت وأسرة يا أخي يعني استخدموا مبدأ الحصالة يعني جد يعني مبدأ جدا مهم بحياتنا لأنك أنت بعدم إحساس معين عم توفري مبلغ مالي قد يكون كبير في في أيام معينة صحيح بدي أطرح نظرية كمان بدي أطرح فكرة للأخر مشاهدين 25% اللي بتوفرها أنت من الراتب حتى لو كانت مبلغ زهيد ممكن يكون إلى أثر كبير في المستقبل في 25% تانية هاي خليها ل يعني لحتى تجدد فيها حياتك بما معنا سفر تستانس فيها مثلا إيه مثلا هل 25% هاي ممكن أنت تستخدمها يا ستي لدراسة معينة يعني أديش الناس عم بتدور لتدرس دراسة صحيح صحيح لحتى مثلا تدرس شهادة معينة أو لحتى بتتطور في لغة معينة لا معنا أنت تحط مبلغ لحتى التطوير الذاتي التطوير الذاتي يشعرك كمان بالثقة بالنفس وممكن على الماضي الطويل يأثر في زيادة مردودك حتى المهني صحيح يعني أنت لو بتخصص مبلغ لإلك بالذات لتطويرك الذاتي هذا المبلغ حي يضاعف فيما بعد على الصعيد المهني أو الصعيد الشخصي البعض من الاقتصاديين اقترحوا أنه الإنسان يعدد مصادر دخله يعني بدل ما أشتغل بشغلة وحدة أفتح لي مشاريع ثانية بيزنس يعني يشغلون عقلهم شوي ويحاول يكون عنده مصادر ثانية للدخل هل أنت تأيد هذه الفكرة وأنه الإنسان يكون عنده مصادر متنوعة للدخل أو أنه الواحد لازم يثبت على دخل معين ويمشي عليه والله هون شوفي بشكل عام هدى في وجهتين نظر وجهة نظر يا ترى أنت إذا نوعت مصادر دخلك هل هتحط نفس الجهد المبذول بكل المصدرين يعني أنا دائما أؤمن بنظرية أنه على حسب يعني جهدكم ترزقون خليني غير صحيح فأنا من وجهة نظري أن أوكي أنت عندك مثلا مصدر دخل معين وله هو من خلال عملك المهني أنت بهذا جهدك فيه هذا الجهد ليس فقط هو في وقت الدوام أنت عندك تحضيرات معينة تحضيرات شخصية عندك تحضيرات مهنية عندك تطور حتى صائد معلومات عندك وقت تحتل فيك في بعض الأحيان يعني أستاذ بشار أعطيك مثلا مثال شخصي يعني مثلا عندي برنامج سيدتي أحاول أن أكون موجودة فيه وعندي تصوير أعمال تلفزيونية فيصير المجهود أنه أنا أحاول كثير ما أقدر هنا أعطي كل مجهودي في نفس الوقت أبي أعطي هنا هنا يصير الخلل أنك أنت تفقد صداقاتك تفقد محيطك بسبب الشغل في سبيل أنك كنت تحقق مردود مادي ومعنوي في نفس الوقت بالنسبة للمجال هل هذا الشيء صحيح أم غلط؟ من وجهة نظري لا طبعا من وجهة نظري هو التركيز في عمل معين التطور من خلاله اهتمام به بذل جهد به أكثر هذا الموضوع ممكن يأثر للمستقبل أنت صحيا على الشخص؟ صحيا على صعيد الإلاقات الاجتماعية حتى على صعيد المعرفة يعني أنت لما تطور بعملك أكثر أنت بتكتسبي خبرات أكثر أيضا عادة عن ذلك رضا أرباب الأعمال عليك هما رضيين فيها فبالتالي هذا الرضا ينبع من جهدك الملموس جهدك المحسوس من خلال التحضيرات اللي أنت بتسويها والتخطيط لعملك ولنجاحك والإنجازات اللي ظاهرة عليك فبالتالي أرباب العمل أيضا ممكن يعطوك الأولوية اللي حتى يزيدو لك راتبك أو يرقوك أو إلى خريك أنا مع فكرة التركيز يعني ركز بعملك ركز بشغلك ركز بجهدك يا أخي حاول تطور من خلاله وسع معارفك وسع معلوماتك صرح أستاذ المشاهدين ترى رح يزعلون منك ليش طيب؟ أنا رح أقول لك يعني مثلا واحد عنده راتب معين نعم شوف أنه هذا الراتب ما كفيه فممكن يشغل فريلانسر أو اللي هو نظام الساعات المعتمدة نعم أنت تجي تقول له والله يا أخي أنت ركز في عملك طيب وأنا مركز في عملي وأنا محتاج ماديا أني أنا أطور حياتي نعم فأنت هنيت أستاذ يعني المشاهدين رح يزعلون منك الناس هذين مثلا يكون عندهم شغل معين ويبون يشتغلون فريلانسر في وقت اللي يكون عندهم مارد تايم هل هذا الشيء ممكن يساهم أن تنجح مداخلهم المادية؟ والله شوفي هدى بشكل عام هذا حاول أقلعك الحيب أكيد أكيد أنا مهتم بوجهة النظر هاي بس أنا عم فكر فيها على المضى الطويل يعني أنت مثلا عندك عمل معين أوكي بتخلص دوامك ساعة خمسة أو ستة المساء الوقت الباقي لساعة 11 أو ساعة 12 بالليل عندك فاضي ففي بعض الناس تستغله في أداء أعمال أخرى ممكن يزد للدخل ولو بنسبة قليلة جدا لكن من ناحية أخرى هو كمان عم ياخد وقت من وقته الشخصي من راحته من صحته من قراءته من مطالعاته من رياضته فبالتالي عم تلاقي الناس اللي تريد أن تتعمل عملين بنفس الوقت أو تبذل جهد أكثر من طاقتها بتلاقي يا أخي عم يهرم على بكير بلوه عم يأثر على صحته على علاقاته حتى حتى عم يأثر على إنجازاته المحددة بمجال معين الشخصية ممكن تكون بعد تأخير الزواج تأخير تكوين أسره وبيت أكيد تأثيره على أولاده وعلاقاته مع أولاده إذا كان متزوج وإذا لم يكن متزوج حتى تأخيره في الزواج عادة عن ذلك هنا في شغلة كمان مهمة أيضا عدم التركيز في عمل معين يقلل من إنجازاتك في أداء هذا العمل من قال لك استعادة أنه واحد ما يقدر يركز كاني أنا معك في سيدتي وبركزة في اللقيف ما شاء الله عليك أنت حال خاصة في حالات خاصة أكيد لكن أنا كمان بنصح من موجهة نظر منطقية من مبدأ إنساني عطينا الحل الزبدة الحل يا سيدتي هو بالإدارة المالية يعني من وجهة نظري على قد بساطة مدرج لك يعني أنت كان بألف بتعيش واللي بعشر تلاف الشخص بعيش وصدقيني التوفير هو ذاته والمبدأ هو ذاته يعني أنا بتذكر نفسي أول شغل اشتغلته بحياتي كان تلات تلاف درهم كنت عايش ومرتاح ومبسوط ومبسوط وعم وفر منه بس غيرت الدنيا ما عليش أستاذ يا سيدتي كمان زاد رات فيه كمان تغيرت مصاريفي كمان تغيرت ما عدت أسكن بستوديو صرت أسكن بغرفة وصالة أزداد الراتب ما عدت يمشي حال غرفة وصالة سكنت غرفتين وصالة بالنهاية نحن دائما نعزو عدم قدرتنا على إدارتنا المالية لغلاء المعيشة أنا بنصح دائما الأخوة وأخواتي وبنصح أقاربي وأصدقائي وأحبابي يا جماعة ضع الراتب إنشئ نظرية إدارة مالية خليك ملتزم فيها سيطر على نفسك تحكم بمالك كما تنظيم الوقت لديه نظريات كما تنظيم الجهد لديه نظريات أيضا المال لديه إدارة ولديه نظريات طيب أستاذ شرأيك في اليابان وفي الغرب يعني مايد يشتغلون ومردودهم مايد أكثر عندنا إحنا في العالم العربي شو تشوف السبب يا سيدتي ما بعرف أنا بخالفك بهذا الرأي يعني أنا طلعت على اليابان طلعت على أوروبا وجدت أنه الناس أيضا مثلينا يعني المردود تقريبا مشابه ودليل على الكلام أنه في ناس كثيرة عم تجي كمال بلادنا تشتغل في الخليج يعني كان في السعودية والإمارات ولا قطر ولا كويت ولا البحرين فأعتقد أنه كان عندي تجربة طلعت على اليابان أعمل دراسة على الكايزن اللي هو المبدأ التحسين المستمر فوجدت الشعب الياباني شعب مكافح عنده جهد لكن ينظم مقته بشكل خيالي يعني كل دقيقة محسوبة في حياتي لا يضع نفسه تحت ضغط وأنه هو يسيطر على ضغوط الحياة والضغوط الشخصية وضغوط العمل فبالتالي كل شيء لها ثمن وكل لحظة لها ثمن نحن أحيانا في بجتمعنا العربي تعودنا على أنه نعطي للترفيه أحيانا نعطي للترفيه وقت أكثر من وقت الإنجاز وأنا من وجهة نظري لأ أنت ممكن قراءة كتاب برنامج ثقافي مشاهدته ممكن ينفعك أكثر بكتير وينظم لك وقتك وممكن على الصعيد على المدى الطويل يزد لك راتبك صحيح ممكن يعطيك ألف عافية الله يسلم شكرا لوجودك معنا ورح نشوفك أكيد في حلقات جاي أكيد بعيوني شكرا لعطيك العافية مشاهدين بعد هذه الفقرة رح نروح فاصل وعندنا الكثير ولا تنسون معنا اليوم النجم السعودي عبد العزيز الملافي لكن بعد هذا الفاصل تابعونا